بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم نهاركم سعيد نهاركم طيب الوصفة تاليوم رأي مدارة ضجة في المواقع ومدارة اللي يضجة في الخاص يحوسوا على هذا الوصفة جبتها لكم بطريقتي هنا عندي 125 قرام زبدة عندي 60 قرام سكر الطب وعندي 20 قرام إنشا عندي بيضة وعندي لبنات لفاني والفارينا حسب الحاجة الزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة نعاود 25 قرام زبدة 60 قرام سكر 20 قرام إنشا وفاني وبيضة وفارينا حسب الحاجة هنا عندي نفرغ وشوفوا البنات اللي حوسوا الكيل بالملعقة هاني أنا نلوحوا انتوما احسبوا قدام ملعقة لحت شوية فانيليا مع الزبدة والسكر وبديت نخلط فيهم حتى نتحصل على قوام كريمي هذي الوصفة البنات راهي في كل المواقع يحوسوا على الوصفة بحكم أنا حلواجية ميزتها وشوفت وش فيها وش ما فيهاش وطبقتها لكم وجبتها لكم بنينا وقوامها رائع جدا وهذي كما نقول لحنا في متناول جميع ضفت النشا البناتني قلت لكم أنا نعطيتكم بالميزان لكن في التطبيق قراني اللوح بالملعقة بشكة ما تقولوا ليش الميزان مع أنه الميزان هو غير خمسين الفى البنات هنا الفارينة ثانية راني اللوح قال لك الفارينة عينك ميزانك على واشي عينك ميزانك نوعية الفارينة تختلف من فارينة لخوتك هنا اللي تشرب كاينة اللي ما تشربش فهمتونين هنا على بيها نقول لكم حسب الحاجة المهم يكون قوام بتاع الصابلي لابات ما تكونش يابسة وما تكونش مرخوفة كما العادة والعوايدو ديما نقول لكم البنات من سنين وأنا نقول لكم ديما كيتحبي الطبقي جربي اللوحيها الطيب باش إذا ساحت والله تحلت والله فزدت أعرفيها بالنقصة فارينة زيدي لها فقط تبع المقادير وتبع الخطوات تنشحوا فيها مستحيل ما تنشحوش هنا راني اللوح في الفارينة تدريجيا تدريجيا البنات جربوها بنينا ما شاء الله والكمية هذه راه تخرج لكم البنات حوالي 30-34 حبة هذا الكمية 940 قرام عفوا 925 قرام زبدة هنا ياراني نخلط فيها حتى نتحصل على قوام كي ما قلت لكم قوام الصابلي وما تعجنوش أي صابلي فيه البيض ما يتعجنش خاطر اللي التعجن يفزد لكم تولي كسرة ما توليش بات صابلي نحطها هنا بعد ما كملت نبدأ نحط فيها في ليمول هاذو تعلي باكات هم متوفرين في محل مسكلي للبنات أنا جبتهم من مسكلي اللي فيه في النوفال في قسنتينات طبعا ونعمل متلقا فيه جميع المحلات هنا نحط ونبدأ نشكل البنات ما تدلوها شخشينة بزاف ما فيها شخميرة كما كم تشوفوا لا بات ما فيها شخميرة نحلها حاول ندير سم كموعة تادل ما تكون شرقيقة بزاف كما ما تكون شخشينة تفزدلنا المنظر نحي الزوائد هاذو نحاول نعدلها دائما نعدلو الحواف أي مول نستعملوه نعدلو الحواف فتحوا باش يعطينا المنظر دي ملعين سباقة نروحوا للحشوة البنات عندي لوز بالكشور حمصته شوية كيلت 3 كيلات كاس ديرو بالكاس عندي نص كيلة مزيج بين السكر الرطب والسكر عادي نعاود 3 كيلات لوز بالكشور مرحي محمص شوية بنص كيلة السكر بين نص هذا مزيج بين الأرطب والعادي لحت شوية فانيليا وعندي هنا في الكاس درت هذا الكمية تعزبت في الكاس في الكاس عندي هنا زوج حباط بيض نخلط اهلا واش ما نقول لكم ش قادرت كما نقول احنا بلك تكفيك حبة حبة ونص احنا لا حسب عفوان على حجم بتاع البيضة الحجم بتاع البيضة يمكن تكون عندي أنا صغيرة انتي تكون عندك كبيرة ولا مثلا انتي عندك كبيرة انا تكون عندي صغيرة فانتي على هذي نقول لكم خلطوا أنا استعملت بيضة كاملة وبدأ ولوحو بالشوية شوفوا البنات هنا لي ما هي شمال فا ننصحك انه هذا الطريقة او الحشو ديريه بليلا قبل ولا ديريه على الأقر ربع سوية قبل ولاست سوية لازم تكون شوية طرية وهنا ملاحظة اللوز اللي بالكشورة هو يشرب يعني يخلطيه وخليه شوية وارجع له تلقيه يشرب زيدي البيض حتى تحصل إلى قوام طريق مشي الطراوية هذي اللي كتحطيها الطيح فانتوني عندي البخاليني البنات 240 قرام لوز 50 قرام ماء 150 قرام سكر المهم الطريقة عند مريم بالتفصيل سينا تشري جديدة الواجدة عفوا هنا نجي الحشو كتحبوا تخدموا به وتشوفوها باللي ناشفة ثاني حاجة واشو نقولكم اللي ما هي شمال فالله حب تتجربها سي يحب بل وخطيها الطيب وخليها تبرد وإحكم على القوام إذا لقيتها يبصار في باللي الحشو التاعك مخصوص بيض فانتوني دي ما نقول لكم جربوا حب يعني الحبة هي اللي تستي بها باش الباقي تكملي برياح وتنجح لك هنا كما تشوفوا في التشكيل وش هنوزنت الحشو كل وحدة 30 قرام واش حكمت لبنات نحيت شوية برك من الحشو هذي حطيتها قاعدة فوق الباتصاب ومبعد جيبت البخال نيت علوز وحطيت كمية هنا ومبعد نجيب الكمية اللي ونقفل ونحاول نعدلها مليح لكي يعطينا الشكل هذا يجي مستوي والجهد ما بومبي يعني حاجة قليلة بومبي تقدريت تقوميها بالكوكاو والناس اللي ما همش قادرين على اللوز تقدريت استبدلي اللوز بالكوكاو نعاود ونكرر لكم البنات الحشو تقدروا تخدموه على الأقار ربع سوية قبل يعني خلطيه وخليه لخاطر اللوز يشرب قادروا من بعد تجي تخدمي به يشرب لك يعني اخدمي وخليه المهم يكون طي كما نعاود ونكرر ما شير الطراوة هذي اللي كي تحطيها في يدك ولي تسيح ولا تهبط وقبل ما تخدمي الحبات التاوع الكامل ننصحك ناصحة كحلواجية وعندي خبرة ومالفة يصراولي الهدات هذو والله الغالطات هذو سيح حب حطيها الطيب ومنها تحكمي خليها تبرد وشوفي جات كمليحة كملي هكي تهنيتي شفتي الحشو التاعك حسيتي شوية يابس هنا تتأكدي باللي الحشو مخصوص بيض اراني نحاول نعطي لكم في النصائح باش تنشحوا فيها ها نحي كورية هذي وزنها 30 قرام نحي منها بخاليني هذك نحافظ علي نحط البخاليني تاع اللوز كما نقول احنا كي تستعملي الكوكاو دير البخاليني تاع الكوكاو كما قلت لكم تحكمي 150 قرام صكر مع 50 قرام ما تحطيهم فوق النار حتى هز الغلي يولي الغالية ينتحم تولي تحطي عليهم 240 قرام لوز بالكشور وتبدأ عند مريم ولا تشري الواج كما قلت هنا بعد ما كملت عندي بياض البيض وعندي لوز محمص ليس التحماص القوي اخشين وغرب له ونحي 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 وغل اخشين هنا نجي بياض البيض دير له شوية فانيليا ودهن الوجه الحلوة ونبعد اغطصوها في اللوز الاخشين نعود نكرر لكم البنات اللوز تعتز وش تدير له تحمصوه شوية ليس بزاف لأنهم يدخلوا الفور قادر يزيد يتحمص ونحي اخشين اخشين هنا الكاميرا شوية البنات كانت تضبب لكي كنت نقرب بها لكم منتابع شبحوكم كنت نخدم العموم بعد لكم تشوف قلت لكم كي ترحي غرب له في الغربال يهبط هذا الارطب ويقعد لكم فقط الخشين باش هكا يعطي لكم منظرة خاطر لكم تخلي مع هكا الارطب وتجي وتدير وهذا المرحلة الارطب هذا كامل يحكم في الوجه الحلوة والخشين هذا لا يرسق لكم يعني يسبق الارطب هذا وبعد كي يسبق الارطب الخشين لا يرسق لكم بايض البيض اضع لهم شوية فانيليا ونبعد خلطوه مليح اضهنوا الوجه تالح وهنا تكونوا شاعلت الفورد تاكم دي جال بنات كي تعودوا في مرحلة التزيين قبل ما تبدأ تدهني في البيض و تكون الفورد تاكم سخنت من قبل شاعلته بعد دخلي جهد ما يصفار فقط احمار عفو الصابلي وهكا تكون الحلوة واجدة زينوها بحبالوز ديرولها نباج والله ديرولها كي ما تحبو وهكا تكون الحلوة واجدة وشو نقول لكم البنات ابنينا وتوالم العيد كي ما الناس تقول لكم ما نحبوش هذه الحلويات المعقدة بزاف واللي في هال القلاس احنا النوع احنا كحلواجية النوع لكم كاين اللي عندهم مناسبات ورا رمضان كاين اللي عندها فرح كاين اللي عندها خطوبة كاين اللي عندها خطانة كاين يعني نحاولوا اللبي والطرفين نديروا اللي في متناول جميع ونديروا الحاجة اللي بخيزان طابل يقدروا الناس يستغلوها في مناسبات اخرى جربوها ومدوا ليرايكم السلام عليكم